السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير على خير و احوالكم طيبة و مرحبا بكم من جديد في قناتكم واتضاق حليما الفيلالي مع وصفة جديدة و فيديو جديد وصفتنا اليوم و كيف طلبته في قيقصات او قريشلات ديال العشورة ربعة ديال الاشكال مختلفة تجيب قرمشة بزاف بزاف ديال تحميلة الوجهة يعني وجديها و بكل انتقاء اكيد ستعجب اكثر من القياس ابقوا معي نشوفوا المكونات و الطريقة سوف نجده بالنسبة للعجينة الاساسية سوف نحتاج فيها كسدير سكار 150 غرام كسدير بيضات الصغار 250 غرام زبدة علبة كيس فانيلا ورشد الخاملات الحلويات سرشة ملح وربعات المعالق الحليب يكون بارد و بالنسبة للتقيق ف واحد الخمسة ممكن تحتاجه اقل او اكثر على حساب الكمية حساب الحجم البيض و النوعية الزبدة بحارة 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 مكونات بحارة بحارة حساب الحلوة كيفية بحارة 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 نحن نحن نضيف حينها نغرب نغرب 6 كيسان و نضيف 3 البيضات انا حضرتهم متوسطين لكن من الاحزن 1-3 متوسطين من الاحزن و نخلطه و نجمعه و قبل ما نجمعه نضيف حليب بارد حليب بارد حليب ممكن تعاوضه بالماء بشكلتين القرماشة لا يوجد شيشة حليب سيجمع و نضيف حليب و نضيف حليب القوامل في القرشلات في القرش في القرش من قبل نشرب ملحين فقط نضيف حليب فقط والعبار انه يجمع و نضيف حليب في القرش تماماً اضطرق كيسان وكيف يبدو الحجم البيض نقسمها على شحل ما يريدون نقوم بإضافة نقدم عيني ويزاني جوز اللوز مهرمش بالقشرة ديالو مع شوية ديال الزبيب باش ميعدميش من بعد مين نبغي نقطع الان الزبيب إلا كانوا عندنا فقاقصات صغر و جامدين فكيبقى كيدي ضيي لنأولا كيدي فورني لنشكل فان إما تخطعوا رقي وقاو عندكم الهاشواء دوزوه شوية حتى يرجع بعد ذلك الشكل سوف يمكن دمجوه هيكي يدخل في لاجينة لاجينة ما تكونش رطبة بزيف وما تكون شاني قاس حكسر من القياس نسبة للشكل الثاني لما نزيده الكاكاو وانا كتشمي نزيدها البادو الشوكولات فما كتتحقش في الطياب وكتحطي لون وكتحطي ماذا قزوين وما كتقصح ليش العجينة انا الى بالليا انا عجينة قصحت نزيدها واحد شوية دقيق ونجمحها بها صافي عادي الاجرات زعمة هنا زيت شوية الكاكاو مهرمش باش يجيبين فصت ماذيك الحولية يجيبين فصت الفقاس المحركة او شكل الثاني او شكل الثاني خاصة بالحلويات لا تجعلوا كاكاو عادي وزيدوا كذلك كاكاو او لوز مهرمش بالاقشرة نضيفه في الثلاجة ونضيفه في الفواكه وكان عندي واحد شوية القشور القشور الليمون مع السل يجعلون جزوين لا تجعل فواكه المعسلة اضيفه القشور الليمون يعني البرتقال وبالنسبة للجوز الاخير نضيفه شوكولات بيرميسان هنا بالنسبة للنكات مثلا نضيفه 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 هنا بعد ما ترتح العجينة 30 دقيقة نضيفه 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 طريقة بكل سهوله نضيفه نضيفه فضلك نضيفه خاصة انا نضيفه انا نضيفه فى 15 فنحضر بصم بخصف نضيفه كذلك في المجمين بنفس الطريقة نضيفه الشكل الثالث ليس الشكل الثالث الذي فيه فواكه المثلة و البرتقال مع السل نضيفه هنا نضيفه مع الشكل المثلات هنا يأتي تشكيل الثالث يأتي تشكله زوين و وقال بلاتها نضيفه بالبلاستيك الغذائي يضيفه تشكيله في الديناء كان نضيفه و أنعكه تشكله و أعداء و نضيفه نضيفه و نحصله على ذلك نقضيه ونضيفه و ندخله المجمد بحال خطو سنقضيه نحضر البلاسيكا و نتعطيها و نلوم بلد كما أرى المقطاة يقوم بذلك و نفعل البلاسة في المجمد نقوم بعمل زبيب و نضيف زنجل و نضيفه نقطع الصهد و من الأحسن الأخرين يبقى في تلاجع نردهم المجمد و نبقى نجبد وحده 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 لذلك الوقيته اللي كان نقطعه فراه يديكون جولة ضغية كما لاحظو هادا غديروا على شكل فقاس غديرهم شوية طوالين باش نديروا الاختلاف نقصه جيدا و سهلة كلهم في سرحة سهلة دلعام مع الصهد و الكوزيناء ساحتاجيوهم في خقصات مالح و حلو المالح و حوله سهلة و يجبه و يوجده ضغياء وطبعا زبانين و يقوموا بأسفاره و يحمروا الجنة و يقوموا بأسفاره و يتحصلوا بصفحه الفرن و يكشوه الفران سخن جيدا و تنقصه اقل درجة رائعي جميلة جميلة ومن المكتمع أكثر من خاطره فقط أقوم بجميلة تحمره و تقرمج وتأخذ الشكل نقطع هذا والذي لا نميله و يجعزه في وقصاته ولكن سيستمر من الطريقة و نستفوه الفرن وبالزربة سمعتم اثناء تحديد ايها لتسيط اسطفل هنا رغم المثلات والموضوع نعيب المثلات ف أخذ دمور يحضر علي اكل البنات كم منخوضنا يجب بكم يجب أن نستمر و نقطع عن قرب و يجي مقادم و حتى هو شكل سهل و خصوصا خصوصا اللوغو ديال بورتقال المعسل يجبني فيه يجي زوين بزاف و كيف قولت يمكن تعودوه بالقشور ديال بورتقال مع هاد الفواكه المعسل نطيبوهم كاملين من فوق و من تحت كما راحتوا راهم بويد و لكن محمرين واحد شوي و لكن راهم طايبين مزيان من الداخل على خطر خاطرهم خليوهم و تقضيو شغلكم و مره مره تلو عليهم يجيوهم قرمشين والداد كما راحتوا بطريقة سهلة يجيوهم موين و مضاق يا سلام كنسحكم باش جربوهم و طبعا نشكركم دائما على الدعم ديالكم على المتابعة و بالنسبة للإحتفاظ فغير بوطن فكيبقوا مزيانين مدتوي لغي ما يدخلشون من الريح و هاتشيلي كايين عواشركم بروكه و الى لقاء في فيديو و في وصفة قادمة ان شاء الله مع السلام موسيقى موسيقى موسيقى